سخنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز الهيد نيرس السيء الله لا يعطيك العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وبحيكم من قطر وهذه قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء واليوم رح نتكلم عن الصفات السيئة في الهيد نيرس السيئة أو المدير بشكل عام فلو أنت مش ممرض برضو أقعد واسمع ما رح تفرق كثير كل هذا الكلام بنطبق على الهيد نيرس بنطبق على السوبرفايزر بنطبق على الديريكتور بنطبق على الميتر وربما في بعض الأحيان ينطبق على مدير المستشفى لو عجبك العنوان كمل معاي للآخر هاند واشنج البس لجلافز ولا تنسى الماسك وتعال نقعد قاعدة مع فنجان جهوان في بداية إنشاء القناة فكرت بعمل نوعية من الفيديوهات نحط كلها مجموعة وحدة في قائمة تشغيل وحدة أسميها فضفضة فش تغل ماشي زي هيك نقعد فيها ونفتح الكاميرا ونتكلم لمدة خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة زي ما ربك يسهل لكن وجدت أنه أحلى اسم ممكن أسميه فنجان جهوان من وين بدأ الإلهام كنت بتابع قناة جميلة جدا على اليوتيوب اسمها اقتصاد الكوكب صاحب القناة اسمه مصطفى الصعيدي مصري فهو كل أسبوع بنزل الفيديو وبقول بعطيك بعطيك مقدمة بسيطة بعدين بقول لك اعمل فنجان قهوان وتعالى ركز معايا فأنا قلت لش ما نسميها فنجان جهوان ونسمع الفيديو عن جد وحنا بنشره فنجان جهوان لأنه الموضوع عن جد بده قاعدة والموضوع أحيانا بيكون بده تركيز فكرت قبل إنشاء القناة أنه أعمل استانتاب كوميدي عن الموضوع نفسه ولغيت الفكرة بعدين بقول لك ليش فكرت أنه أعمل سكتشيات أقعد أمثل أو أعمل حالي مثلا بتكلم عن الموضوع أو أنه أو أنا مثلا أمثل سكتش أو فيديو قصير أنا أعمل دورين أو ثلاث في زي ما بعض الناس بتعمل أو أجيب ناس أتمثل معي بالنهاية هاي مش شغلتي يعني شو ما عملت مش رح أكون بارع جدد في الموضوع بعد تفكير طويل وصلت ل نتيجة إنه مش منطق إنه يكون عندي مشكلة وأقعد أضحك عليها يعني أنا أجي لواحد ينفلس وقل له أنت نفلس ها 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 أنت معكاش توكل ها 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 أنت أولادك بموتوا ما معك توديم للدكتور ها 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 هذا اسمه هبل فأنا وجدت إنه أسلم طريقة أعمل فيديو أقول لك فيه مشكلة هي كذا وكذا أسبابها كذا وكذا وحلولها كذا وكذا عشان لما يجي واحد أقول لك الوضع زي الزفت ورح يظل زي الزفت ولا تفكر ولا تصلح ولا تنصح تقول له لا الموضوع له حال بس أنت اللي ما بدك تحلمه اليوم رح نتكلم عن صفات الهيدنيرس السيئة وعشان ما أحد يزعل مني الهيدنيرس اللي في الدنيا كلها في منهم ناس كويسين وفي منهم ناس مش كويسين بالتعامل مع موظفيهم فهذا الفيديو فقط عن الجزء اللي مش كويس عشان ما أحد يزعل مني طبعا الحمد لله الهيدنيرس الحالية اللي أنا بشتغل معها ممتازة وهذا مش مجاملة وهذا مش لإني عارف إنها رح تشوف الفيديو لكن شهادة لله وربنا قال إنه كونوا شهداء بالحق فالله يتزيه الخيال النقطة الأولى ليش بتم تعيين الهيدنيرس في معظم مستشفياتنا بناء على الأقدمية فقط أنت كهيدنيرس ليش يتم وضعك في منصب قيادة بسبب شغلة واحدة إنه أنت أكثر واحدة تحملت جرف هذا المستشفى أو هذا القسم يعني غيرك قاعد شهر وهرب غيرك قاعد سده وهرب إنت قاعد 16, 18, 20 سنة خلص بتصير مدير ممكن يكون الناس شغالين تحت إيدك معهم بانجستير دكتوراه ممكن معهم 20 شهادة دكتوراه وإنت معك دبلوم ثلث سنوات من الستة وتسعين وحطيناك مدير عليهم وهذا كلام ما بصير الموضوع فيه شي اسمه كفاءة إنت لازم يكون عندك كفاءة أولا بدي يكون عندك شهادات من مستوى معين حسب سياسة المستشفى بعض المستشفى أقل شبك الورس وبعض المستشفى بتشتريت ماجستير رقم اثنين بدي يكون عندك عدد كبير من الدورات والتعليم المستمر رقم ثلاث بدي يصير مقابلة بين المدرة ويقتلعوا أنه هذا الإنسان ممكن ينعمل أو ينحط مدير النقطة اللي بترفع الضغط في بعض الرؤساء الأقسام والسوبرفايزر إنه شايف حاله ما في منه اثنين وهو الوحيد اللي بيقدر يعدل المائلة هو البني آدم الوحيد اللي بيطلع نار من منخير وهو نايم يعني تنين مجنح ممكن يرجع لك فلسطين ممكن يحرر الأندلس ممكن يخترع الضرة ممكن يشفي مرضى السرطان وفي النهاية لو قلت له ضاع برغي من جهاز بيقول لك ما نريش تخل دبر حالك معظم هذا النوع من الهيدنيرسيز أسلوبه في الحياة يعتمد على إنه أنا بدي الإدارة تفكرني بفهم فبروح بلغي النظام السابق شو كان حاطت قبلي بيجي هيدنيرس بيقول لك في بصمة العين وراسي أنت عند الدخول والخروج بدك توقع حضور وانصراف في دفتر موجود قدامي في مكتب الهيدنيرس بيجي الهيدنيرس اللي بعدين لما يتغير بيقول لك لا هذا الدفتر المتحت الريسبشن في الطابق الأرضي طبنا نبدأ بالخامس ما علينا بيجي هيدنيرس بعدين بيقول لك لا خليه بره على الستيشن على النيرسينج ديسك بيجي البعدي بيقول لك طب مش بكفي بصمة تحت خلص ليش بتخسروا المستشفى ورق في النهاية الأربع غلط ليش لأنك أنت غيرت نظام كان موجود قبلك بس عشان يفكروك من الناس اللي تجدد نقطة مهمة بترفع الضغط في أغلبية الهيدنيرس في الوطن العربي ليش أنت بتهز دنب للإدارة وللأطبة وللمرضى والمرافقين والزوار على حسابي أنا موظف وبقبل أنه لما تصير عليه شكوى أتحاسب لكن ليش أنت معتبر الإدارة أنبيا منزلين أي شكوى بيشتكوها على الموظف اللي عندك لازم الموظف يتبهدل بعدين تسأله الحج معك ولا لا ليش أنت دايماً أي طبيب حتى لو كان طالب طب بتوقف معاه ضد الموظف اللي عندك بس لأنه اسمه طبيب ليش أنت أي مريض أو زائر أو مرافق حتى بمستشفى الحكومة لو اشتكى يعني ممكن أعرف السبب بس ما بوافق في المستشفى الخاصة هناك الزبون على حق وهي أكيد يعني قاعدة خطأ لكن بمستشفى الحكومة أنت ليش بتوقف مع المريض ضدي لو كل الدنيا شكرت بمستشفىك أنت شو جايك أنا بعرف سوبرفايزر في يوم الأيام كانت كل يوم تلف على المرضى مريض مريض عاجبك إشي ناقصك إشي عاجبك المستشفى الأكل الشرب الدواء التكييف التلفزيون كويس ما ظلش غير تقوله مشان الله اشتكى على أي حدا أنا جاي بس ألم شكاوا عن الناس في نوع مضحك من الهدنيرسيز ما بتعرف إنه مضحك غير لما تعرف واحد بيعرفه تعرفوا المثل اللي بقول أجاك يا بلوت من يعرفك مرة من المرات أنا قاعد في جلسة في عرس أو حاجة زي هيك مع ناس بعرفهم وناس ما بعرفهم كيف حالك شخبارك عرفنا على نفسك أنا بشتغل بالمستشفى الفلان شو أخباره وقلت له والله فلان رئيس قصرنا قل لي هو فلان صار هدنيرس الله يرحم أيام ما كان تي 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 يأصد الزلمة كانين وكانين عذبوه وكانين يربطوا بالجنزير وكاينين يشغلوش فتاة زيادة كاينين يجيبوا من أفات غصبا عنه كاينين يضحقوا عليه ينصبوا عليه بنص الأوفر تايم فأول إشي بيقبلوا إنه والله لو صرت مسؤول لأحرق الأخضر واليابس لو أخوي يشتغل تحت إدارة أنا رح أدفنه وبمناسبة المعاملة السيئة للممردين الهيدنرسز أنواع في معاملة الموظفين اللي تحت إيديهم يعني مثلا في ناس بعملك كأنه طالب وهو بعلمك تخيل أنا أداوم مع هيدنرس بالمناسبة هو كان أصغر مني بسبع سنين لكن تخيل إنه تشتغل مع هيدنرس عمرك أكبر من عمره شهادتك أكبر من شهادته خبرتك أكبر من خبرته ويجي بده يعلمك الشغلة طبعا أنا احتراما إله ما رح أحكي لكن لما تيجي تسألني عن شغلة ما بعرفها وأنا ما بعرفها تقصيرا أنا ما بعرفها لأنها مش من اختصاصي تسألني عن شغلة الصيدلية أو المختبر أو الأشعة أو العلاج الطبيعي وأقول لك ما بعرف تعملني مصخرة قدام الكل وفي الأخير تقول لي هاي هي طريقتي في التعليم مين قالك أني جاي أتعلم منك أنت شو مؤهلاتك في الحياة عشان أتعلم محمد ناصر آسف يا جماعة أنا مش شايف حالي إشي كبير لكن هذا الأسلوب غلط أنا تعودت في حياتي أنه كل إنسان مر في حياتي أتعلم منه حاجة حتى اللي بكنس في المستشفى حتى اللي جاعد بشحت في الشارع أنا تعلمت منه حكمة تيجي تسألني سؤال محرج وعارف أني مش عارف جوابه وتيجي تقول لي أنا أحرشتك مخصوص عشان تتنحرر وتتروح تدور في المراجع ترجع تقول لي أنا عرفت الجواب عمو أنا مش طالب جابعة سنقول أو لسنة ثانية تعملوا به الأسلوب أنا خبرة 18 سنة عمر 42 سنة يعني بفكر في التقاعد أكثر ما بفكر في رضا حضرتك أنا اشتغلت مع هيد نيرس كان فيه معنى بنت عندها خبرة بالسرطان بالذات والهيد نيرس خبرتها منوعة يعني سيرجيكل بشكل عام ميديكال سيرجيكل فكانت تسألها كيف بيعطوا الدوال فلاني لمرضى السرطان كيف البروتوكول الفلاني لمرضى السرطان كيف تتعلم منها لأنه هذه خبرتها بس بالسرطان ومش عاد إذا كنت أنت متعين شديد رح يضحك عليك بكلمة أنت مش عارف أنا قديش بحبك الصد أنا عارفه وبعضيها ألبس يا معلم شفتات زيادة يجيبك من عطلة يجيبك من عيد يجيبك يوم وقفة يجيبك على الدوام يوم جمعة يجيبك على الدوام يوم عرصك الله لا يجيمك مش هو قال لك الكلمة السحرية أنت عارف قديش بعزك ولما يجي وقت المكافآت والإجازات والحوافز والعلوات والجوائز والتكريم رح أقول لك الله الإدارة أنا رفعت إسمك في الكشفات بس بحرفش ليش ما وصلهم أو في عندهم أشباح بتقول لهم محمد ناصر مش كويس لا تنزلوله حتى كتاب شكر لا يغني ولا يسمين من جوع على كل ما علش أن الكلام كثير فملخصوا على ورقة اللي برفع ضغطك عم جد لما تكون المسؤولة في ميل وتقع تدل عليك كأنها خطيبتك كيف يعني أنا مثلا غبت يوم على هذا اليوم نزل لي خصم ثلاثة أيام بعد هذا اليوم نزل لي انذار مع العلم ثلاث انذارات من فصل من شغلي يعني الموضوع مش لعبة كل الدنيا عرفت أني غبت كل الدنيا عرفت أني مستهتر مع أنه كان عنده ظرف أجي أقول لك الأسبوع الجاي حطيني على المورنج أو عشفة الإيد حطيني على السي ليش ما أنت الأسبوع قبل الماضي غبت يوم الأسبوع اللي بعدين أنا بدي شيفت بيه تحطنا على السي ليش ما أنت غبت قبل ثلاثة سبيع الأسبوع اللي بعدين أنا بدي سي بتحطنا على إيه ليش ما أنت غبت قبل أربع أسبيع ما ظلش غير تقولي ما أنت لو مهتمك أنا عرفت لحالك سستر أنا ممرض عندك موظف تحت إيدك مش خطيبك تقول تدلعيلي اللي عمل الشغلة اتعاقب بعد هيك صفحة جديدة كأنه اليوم تعين عندك وبمناسبة الغياب والتأخير ليش أنا لما أتأخر خمس دقايق بتبهدل وبتنمسح في الأرض وبنخصم على ينص اليوم وكل الدنيا بتعرف وحطوا لي ألف خط تحت هاي بالذات وإنت كهيدنرس بتيجي متأخري ساعة وبتروحي بدري ساعتين ويوم الخميس ما بتيجي إذا بكرة فيه عطلة أو عيد بتكتب السنوية وبتروحي ولما ترجع من السنوية ما حداش سألك بتمزع طلب السنوية ما بترفعي إلى الـ HR ما احنا عارفين القصص هاي كلها ما في اختراع اسمه قدوة اسمعت فيه بحياتك أنا كذب الدكياني كموظف أشتغل بضمير وأنا شايف مسؤولتي كل يوم بتدعم ست ساعات بدل ثمانية وكل أسبوع بتدعم ثلاث يام بدل خمسة نقطة غريبة الحمد لله أنا مش موجودة بكل مستشفى لكن الشيء بالشيء يذكر ليش الشبكة زي الزفت في كل مستشفى إلا جنب الشباك أو جنب الدرج أو جنب المصاعد مش بدها فيديو لحالها بدها قناة لحالها صدق أو لا تصدق أنه في يوم الأيام اشتغلت فيه مستشفى والمستشفى كان فاتح جديد المستشفى الفاتحة جديدة غالبا ما بكون فيها شبكة كويسة لكن الحلو بالموضوع أنه سمعت أنه المدير قال للشركة اللي راح تقول إشارة أو الشركة الموبايلات قال لهم لا تيجوا هسا أنا بدي يظل المستشفى بدون شبكة لأنه أنا ما بدي الموظفين ينشغلوا بالتلفونات طب افرض أنه أبوي مات وما عرفت بحتاج التلفون وقتها افرض واحد أنا بدي منه 100 مليون دولار وقال لي بدي أسدك إياهم هسا إذا ما جيت أنا بصرفهم بحتاج التلفون وقتها بينما التلفون اللي في إيد المدير خمس شحطات مية بالمية الإشارة لكن إذا بدك تلاقي مكان فيه الإشارة كويسة روح جنب الشباك أو ع الدرج هناك فيه كاميرا بتزغطك إذا دخنت أو مسكت التلفون من أدفه العادات اللي ممكن تكون موجودة فيه مدير أو هيدنيرز إنه ليش بتلاحقني على السوشيال ميديا فلان من الناس منزل فيديو على تيك توب أو على يوتيوب بيتكلم عن صفات المدير السيئة أنا أعطيت لايك بس تاني يوم لقيت حالي مطلوب للمدير ليش تعطي لايك شو مش عاجبك مديرك ما بزبط أنت ما إلك فيه على الفيسبوك وعلى يوتيوب شو بعمل في يوم من الأيام أنا كتبت كلمة على الفيسبوك إنه أنا مثلا زهجان من الشغل أو زهجان من الصنعة أو زهجان من المستشفى كل الدنيا عرفت يعني أفرض اعتبرها لحظة يأسوا راحة لحال سبيلها هل معنى ذلك إنه أنا كاتب بين قسين الترجمة أنا بكره الهيدنيرس تبعي أنت شو دخلك أصلا بعدين لما تكون أنت شغال في مستشفى حكومي سؤال سؤال يطرح نفسه وأنا آسف جدا أنه ملوش إلا هاي الصيغة أنت دافع من جيب أبوك عندك موظف كويس والموظف هذا بيشتغل لكن لاه بيهزلك ذنب ولاه بيقول لك أخبار تروح تعطي تقييم ضعيف عشان ما يجي زيادة سنوية هاي السنة وحصلت حصلت فعلا يعني لو اشتغلت في وزارة الصحة فيه إشي اسمه ترفيع جوازي آه ترفيع جوازي فيه إشي اسمه ترفيع جوازي هذا الترفيع يعني بزدوك ستة ثمانية تسع دنانير كل سنة بس سنة عن سنة يعني مجموعة بفرق بعد أربع سنوات إذا ما إجيك ترفيع جوازي ولا مرة فيه إشي اسمه ترفيع وجوبي مرة كل خمسة سنين بعطوك هالثمانة واربعين ليش لأنه محسن خطوا معلم علمة لأنه بجوبيلها جاهوة حسابه كل يوم فأنت شغال بمستشفى حكومة لو حطيت بمتاز للكل شو طالع من جيبك فلوس شو خسران وعلى سيرة الأسفين ما في أسلوب للإدارة بالدنيا غير عصفورة المكتب أنا هاي الكلمة بترفع ضغطي يعني أنت كهيد نيرس لا درست إدارة ولا عدت عليك في كلية التمريض مادة إدارة ولا سمعت من الناس كيف بيعملوا إدارة ما في إنترنت تتجيب منه أسليب إدارة ما في تلفزيون تتعلم منه أسليب الإدارة في أفلام وثاقية وشغلات بتدلك ما في ناس تسألوا كيف بيديروا الأقسام كيف بيديروا المؤسسات تعلم منه شوف الناس شو بتعملوا أعمال زيها ما في إلا أسلوب عصفورة المكتب أنا بظل نايم في المكتب حط رجل على رجل وعندي اثنين أو ثلاث رايحين جايين معلم محمد ناصر إجا متأخر عشر دقائق معلم محمد ناصر هي وبدخن على الدرج معلم محمد ناصر صار شاري ثلاث كسات جهوة أنت مالك قصرت بحق مريض ادفني ما عندي مشكلة لكن لما أكون أنا الوحيد اللي لما يغلط بنمسك وغير بيغلط كل يوم مئة مرة وما بنحكي معاه نقطة كثيرة لازم كل التمريض ينتبهونها إذا أنت مش مرتاح في المستشفى طلق أبوه لو بعطوك مئة مليار دولار في الثالي اترك صحتك النفسية مش ببلاش عصابك مش ببلاش قلبك مش ببلاش لما تجيك جلطة وأهلك ينحرموا منك لا سمح الله هذا الحكب بنفعك الحلو بالموضوع لما يكون حاطط عليك جواسيس وعملك رعب وعملك البحر طحينة زي ما بقول لإخواننا المصريين ومفهمك أنه أنت بتشتغل في مكان حساس ومفهمك أنه غلطك ممكن يعمل ويسوي ومفهمك أنه فيش حد غيرك بغلق أيهو أنا مداوم في وكالة ناسا شايفني كل يوم بخترع لك مكوك فضاء أنا مش ضد مبدأ أنه الغلطان يتحاسد لكن ليش أنا أتبهدل وغيري لا بس لأنه فلان بهز دنب للمدير أو فلان منافق للمدير أو فلان جرابته للمدير شو ذنبي أنا تخيلوا أنه في مستشفيات من المستشفيات اللي أنا اشتغلت فيها ما بحط عليك ما بحط عليك جواسيس بس من التمريد يعني أنت بتكون قاعد بتحكي مع زميلك عن قضية معينة بمرك واحد بمسح الممر أو بكنسه ثاني يوم بتلاقي حالك مسجل صوت وصورة مع احترامي لكل البشر بس أنت شغلتك تكنس من شغلتك تصورنا وتبعت للمعلم قانوناً لو بتشك عليك بحبسك في يوم الأيام أنا جالس مع سين من الناس بقول له أنا متذاق من شغل معينة في الشغل المدير بيعملني بطريقة فقال لي تعال نروح نتعشه كانت الساعة ست المساء رحنا على العشاء قال لي الشاب اللي جنبينا فاتح تلفونه عبرنامج بسجلك صوت وببعت وتصب للمعلم لما بدك أحكي بقصص زي هيك بينه وبينك أنت كيف بدك الناس تشتغل وتعطيك شغل وانت معيشهم في رعب يعني أنا ما بتقيم شغلي على أساس النتائج أو على أساس إيش اتعلمت أو على أساس أكم كتاب شكر أجاني بتقيم شغلي على أساس إنه بمتح المدير ولا لا بسب عليه الظاهر ولا لا في أني بوليسي موجودة هاي أذكر في يوم من الأيام تعينت في مستشفى معين وكنت سامع عن الهيدنيرس اللي هناك إنها فيها خصلة سيئة فقالت لي أهم إش إنك تشتغل وتعمل وتثبت نفسك كده قلت لها أنا بالنسبة إلي إلي طلب أنا بالنسبة إلي أهم إش بالنسبة إلي إنك ما تسمع من غيره وتصدق كنت أداهم على النايت وتيجي هي سبعة الصبح ويقولولها محمد كان نايم طول الليل وتصدق وأنا ما كنتش نايم كنت أطلع مثلا مرة واحدة أشرب جهوة أو أدخن أو أتعشق أو أتغدأ أو اللي هو يقولولها كل خمس دجاج بيطلع بقال له نص ساعة أجل شي فهاي ميزة مهمة في الهيدنيرس إنه لما يسمع إنه فلان غلط اتأكد أول شي إنه غلط أصلا ولا لوصل لك كذاب وبعض المدرأ بيحبوا سياسد فرق تسد تعرفوا فرق تسد بيجسم لك الكادر كله ثلاث أربع خمس أحزاب وبيخليهم أدبحوا ببعض بتدخل على القسم كل بيكرهوك وإذا نضمت لها واحد بتكسب حب هاي العصابة والإحدى عشر الباقيين بيكرهوك بتدخل بتلاقي شلة الناس الجديمة اللي صلهم 17 سنة بالقسم ومزبطين وضعهم على المعلمة شلة الناس اللي بيهزوا الذنب هذول مبارح تعينوا بس برضو مزبطين وضعهم على المعلمة بتلاقي شلة الناس اللي جايين يتخوثوا ويستهبلوا وبتجيب الأرقيل معها عالدوام ومجضيها تلفونات وبحبك وبحبك خليني ساكت المهم بتلاقي شلة الشيوخ هاي أحلى شلة بس برضو لو انضمت لها باقي الشلال رح يكرهوك فأنت بتحتار شو بدك في مدير بقولك فلان بكرهك فلان هو اللي فتن عليك فلان ولما ييجي فلان عندها بتقوله محمد ناصر بكرهك بالنسبة للتقييم الإفاليواشن الأبريزل الأنوى الأبريزل ليش بتعمليه كل سنة سؤال وبرجع بقولك أنا مش ضد الشغل اللي كويس لكن ضد الشغل لما يكون علي أنا بس أو ضده لأنه بس بتعمليه لأنه الإدارة طالبيته بتدخلص من أوردر والسلام ليش الأبريزل بنعمل كل سنة يعني أول سنة جيت ما عجبتك كل مستشفى بالعالم تشتغل ثلاث أشهر فترة تجربة بعدين بقرروا أنهم يعينوك طب بعد سنة كمان تقييم ليش يعني فجأة ننسيت العلم اللي تعلمته مثلا يعني خربت يعني أنا قصنا بطاريات فلت فيي برغ إيش القصة بعد كمان سنة تقييم بعد كمان سنة تقييم أقول لك إحنا في بلادنا ليش التقييم بنعمل عشان تظل لك قاعد على عصابك طول السنة وتشتغل صح من ناحية وتهز دنب عشر أضعاف شغلك من ناحية عشان تأخذ تقييمي كويس عشان يجيك زيادة على الراتب كويسة لو ما في تقييم ما أحدا باهتم بهز الدنب مش بالشغل كويس طبعا صحيح بالمناسبة مين بقيم اللي بقيمه يعني أنت عملت اللي إبريزل مين بعمل لك إفاليواشن كل سنة أنت مين بقرر تضلك ولا تنجلع عزيزي الهيدنير لا تطلب مني أنه أكتل حالي بالشغل لأنه أنا مش مساهم بالمستشفى الدوام ثمان ساعات إيه لك مني الثمان ساعات ما أقعدش على الكرسي لكن أداوم دقيقة زيادة لا شرعا ولا قانونا بطلع لك الطالبني فيها راح تقول لي برضو عنك راح أقول لك كان رضو عن اللي جاب لي اللي انفصلوا وهم الحاج معهم أصلا راح تقول لي بتتعلم أوكي بقدر أتعلم خلال الثمان ساعات مش شط داوم 12 ساعة منهم أربع ساعات لله عشان أتعلم ولا تتكلم عن خطط للمستشفى للمستقبل أنا مش موجود فيها أنا من أول شهر داومت في المستشفى عرفت إنه مستشفى سبق له ومن أول شهر مجرد ما استلمت أول راتب وصار معاي مصاري أقدر أروح واجي صرت ألف على المستشفيات وهو وزع السيفي تبعي وأول مستشفى راح أقول لي زيادة 10% على الراتب راح أقول له أهلا وسهلا أنا تاركه أنا تاركك فلا تقعد تقول لي كمان 6 شهر بدنا نعمله كمان سنة بدنا نعمله والسنة الجاي بدنا نخطط للجي سي آي والسنة اللي بعدها بدنا نأخذ الجي سي أنا مش راح أكون هون وعلى سفة المقابلة وعلى سفة التثبيت ليش رشحتني في المقابلة أول مجيد وفي النهاية لما تعينت عندك اكتشفت إنه الوضع فصدق فاضي يعني كل ممرض لما يقابلوه بيكون فيه المدير بيكون فيه المدير الطبي المدير الطبي المدير الفني بيكون فيه رئيس القسم اللي راح يشتغل فيه وأكمن واحد على حسب المهم سألتني ألف سؤال وحطيت لميت سيناريو واختبرتني نظريا وعمليا وسألتني في أرقامه نتائج وسألتني شوفي عندي خبرات وحسستني إنه راح أداوم في وكالة ناسا في النهاية بكتشف إنه مستشفى زيه زي غيره قائم على عصفير المكتب وهز الذنب وده ما فجعت أسفين كيو تو أورس مش راح تضل على رأس عملك ومستشفى كبير مضروب بحجر كبير زي ما بقوله مغطى بجشة وما في إشي بتعيك إنك تظل فيه وبرضو سؤال اللي بيقابل الناس مين بيقابلوا؟ تعرفوا؟ أنا نفسي أفهم كيف تجوزت ليش؟ ليش مسؤولي بحط لي شفتات بتقلي بالمعدة لا بقدر أكل ولا أشرب ولا أنام ولا أزور حدا ولا أعمل حاجة في حياتي معظم المستشفى تبتتخذ هاي الخطوة عشان أنت ما تشتغل شغل ثاني أنا بدي أياك اليوم على إيه؟ بكرة على البي بعده على السي بعدين بتأخذ يوم عف وترجعي فلو أنت مداوم شفت إيه؟ في مكان ثاني ما رح تقدر تظل إيه طول الشهر كل ثلاث يام رح تغيب الرابع أو كل يوم رح تغيب الثالث وكذلك البي وكذلك السي لكن أنت ما بتنظر لتأثير هذا الإشي على الموظف اللي عندك أنا لما يكون الشفتات متقلبة خلص أول راتب بستلمور رح أروح أقدم لمستشفى ثاني مدام معاي فلوس تكفيني شهر خلص باتركك طبعا أنا ما بتكلم عن تجربتي لكن كمثال أنا بعرف ناس كثير دوامه يومين إيه يومين سي يوم أوف يومين بي وبرجع بيد من أول طب هذا لو اتجاوز قمت بتشوف مرته سؤال لكل هيدنيرس بالوطن العربي ليش ما ترجم التقدير إلى نقود تضحكوا على الناس بقصة الموظف المثالي لهذا الشهر محمد ناصر كسبنا صلاة النبي كويس إنه الناس تحترمك بس لو نزلت لك خمسين هيك زاتونة عيب خمسين دينار بتجيبوا جوميس ومنطلون لو أنت سعيت للإدارة زيدوا راتبوا عشر دنانير وكل ما يعمل إشي كويس زيدوا راتبوا عشر دنانير بحد أقصى مرة كل سنة عيب؟ مش عيب كل ما تسأل عن هذا الموضوع بيقولولك ما احنا بنحبك وبنحترمك وبننزل لك كتب شكر أنا عمري بحياتي ما قدمت لو وظيفي وجلوا لنا ورينا أكن كتاب شكر عندك حكي فاضي حكي فاضي ولفتها تحترم وتنشكروا عليها وكل شيء تمام وروحك المعنوية تتحسن وماشي بس ما في حدا رح يطلبها منك عمليا ما بتلزمك في إشي يعني بلي كثير تقنعهم إنك من قدم إبن ناس أو بتعرف ربنا لكن ما في إشار في الدين رح أقول لك هاتلي الصور عن الكتب الشكر أحطها في السي في تابعك أو في الملف تابعك اللي برفع ضغطك لما الهيدنارس يجيب ابنه أو بنته على المستشفى ابنك عمره سنتين ثلاث جايبوا معك على المستشفى شو تنيل فيه بتعلموا يكون عصامي واللي بتفرجيه ثمرات المجهود اللي عملته طول الحياة طلع يا بابا أنا دخلت في مستشفى زي الزفت لكن اتحملت في عشرين سنة بس عشان أخدمي يحطوني هيدنارس لما صرت هيدنارس استعبدت خلق الله شايف هذول اللي قدامك هسه بس اعمل هيك بروح وبينزلوا بيغسلوا لك السيارة وتعلم من بابا صير زي بابا اطلع أحقر من بابا جايبوا تنيل فيه ايش بتوري قصة نجاحك صح؟ هي قصة تحترموا كل شي بس احكيلوا إياها بينه وبينك في البيت ليش كل إشي بضيع بتدفعوني حقه؟ وحط ألف خطة حتني هاي لأنه ممكن غير يضيع ونتفع عادة صارت كثير ولو القصة على المصاري مش على المصاري أنا مش ملياردير لكن الموضوع بيجهر مش منطق أنا ألف الدنيا كلها وأوصل بعيد ثلاثين أربعين كيلو عشان طابت إي سي جي حقها ربع دينار يعني ريال مش معقول بيجيك جهاز من آخر الدنيا حقه آلاف الدنانير أو آلاف الدولارات ومعوش قطة غيار لو ضاعة طابة الإي سي جي تبدلها لو ضاع السيلك تبع البلسوكزوبيتر تبدله مش منطق كل ما يوجع مقص على الأرض وينكسر أروح أدفع حقه المفروض المستشفى عنده راحة الناس وعلاجهم أهم من كل إشي أهم من فلوس الدنيا فإنت بدك تجيب للقسم مقص تكون حاطة اثنين احتياط مش لما يضيع يلا ما هو الموضح موجود تجيب داله حسابك وشو قصة لما تعطي المريض ويلتشير يقعد عليه هات هويتك رهنيا زمان وحنا صغار كانت الببسي جناني جزاز والناس الكبيرة باللعبر بتعرف هذا الحكي كانت الجنية بعشر جروش زمان كانت بثلث جروش صارت بسبعة المهم فكانت الجنية بعشرة إذا بدك تأخذها معاك على البيت وتحط كمان عشر جروش بيسموها رهنية على أساس لو قصرتها أو نسيتها يجيبوا بدانها انت ليش بتأخذ الهوية من المريض مقابل الويلتشير؟ بعرف انه في ناس يمكن واحد بالمية بيسرق الكرسي وبروح فيه أنا كممرد ما بطلعني قانوناً أقول لإنسان عطيني هويتك بيحبسني ليش ما يكون واحد مخصوص لهالشغلات؟ مريض تعبان دايخ إلى آخره محتاج كرسي بتجيب موظف معين مراسل يعني أي حدا مسؤول عن هاي الشغلة أوديه على الأشعة على المختبر على أي مكان خلص علاجه ووصله لبقى بسيارته الله معك بتكوا تشغلونه هاي الشغلة أنا على عين وراسي بس أنتوا تركين فرقبة 35 مريض غيره خليه هو مريض الوحيد أنا بدخله على الحمام ما عندي مشكلة عزيز الهدنيرس السيء ليش ما بهمك مشاعر الموظف اللي تحتينك ولا شعوره ولا إحساسه ولا مشاكله ولا لو حتى ماتوا كل أهله بدو يجع الدوام أنا بعرف إنك مسؤول وإذا أنا أخدت يوم أوف أنت مجبور تتدبر لي بديل لكن مش لدرجة تصير عندي ظرف طارق جداً واشرح لك يا وتقول لي مش مشكلتي في يوم من الأيام زميل إلنا طلق مرته بسبب الشغل الرجال ساكن في محافظة وشغله في محافظة ثانية والمصيب إنه هو نفسه طلب النجل كان في مستشفى جريب جداً على بيته فصارت مشكلة الثانية الثالثة اطلقت المرأة بعد فترة راح لرئيس قسمه وقال له هاي ورقة المحكمة أنا طلقت زوجتي بسببك لأنك مش راضي تحط لي برنامج زي البشر مع إنه فيه ممرضين زيادة كثير في القسم القسم بده أربعة فيه أربعين ممرض تعالوا شو الرد عليه؟ قال له مش مشكلتي إنه عندك مشاكل خاصة بتروح بتحل مشاكلك بعدين بتيجي على الدوام فأنت يعني انفكر المستشفى هادي يعني الورث اللي أبوه ساب لك إياه ولا الموظفين الجوع عبيد عندك ولا إيش القصة عزيزي الهيدنرس السيء ليش بتعملني زي خالتي؟ روحت على مقابلة لدولة معينة كل اللي ديني عرفت إنه أنا بكرة طيارتي طيب لسه ما وفقوش علي الهيدنرس تتأخر خمس دجايك بلف على القسم ممرض ممرض محمد ناصر تأخر وأنا بهدلته ليش؟ عشان ما تغلطوش زي يوم محمد ناصر غاب يوم وأنا بخصنتها اليوم عليع عشان ما تغلطو زي يوم يعني أنت بدك تثبت للناس إنك مدير تروح تفضحني؟ أي نصيحة معاها فضيحة؟ ما بتنقبل من التصرفات اللي بترفع الضغط في رؤساء الأقصاب السيئين إنه بتدخل في حياتك؟ ممكن يجي يقول لك أنت ليش بدك تتجاوز هسا؟ ما أنت شايف حاجة القسم؟ فينا زي هيك ممكن أقول لك أنت ليش تشتري الغرض الفلاني؟ اشتري الغرض الفلاني؟ أو ليش تشتري السيارة الفلانية؟ اشتري موديل كذا؟ طب أنا فلوسي على قد هاي أنت شو دخلك؟ بيجيك وأنت عرصك بكرة ليش تاخذ شهر؟ بكفيك أسبوعين يعني أنا ومرتي وأهلي وأهلها والدنيا كلها قررت إنه شهر العسل شهر بتيج أنت تختزله وتخليه أسبوعين شو دخلك؟ أنا إلي رصد إجازات ستين يوم بدي أخذ نصه حرام؟ وعلى سيرة الناس اللي بتفتي ليش بيفكروا حالهم أفهم من الدكتور اللي أعطاني السيكليف؟ أنا تعبان رحت لدكتور مثلا إنفلونزا قال لي 24 ساعة بتيجي تقول لي لأ خذلك حبتين بنادولة وتعالشغل انت كهيدنارس شو دخلك؟ أنا ما بحكي أن الدكتور أفهم من الرئيس القسم أولي وأفهم من الممرض؟ لا هو كتب ورقة وهو مسؤول عنها لو طلعت مريض هو اللي بتحاسب أنت شو دخلك تفتي في الموضوع؟ يعني أنت بتقول للدكتور اللي كتب لك الإجازة ما عنده ضمير؟ طيب روح اثبت هذا الحكي واحبسه باجي بدأهم أما هيك من رأسك أنا في كل حياتي أخذت إجازة يومين يومين في كل حياتي أخذت إجازة يومين واحد من هاليومين كنت تعبان جداً وسخنان وحالتي حالة الدكتور قال لي 48 ساعة روحت على المدير قال لي إذا بخليها 24 ساعة بقبلها حضرتك بتتنبأ إنه 24 ساعة كفاية إني أطيب يعني بتعلم بالغيب إنه بكرة راح أكون قادر أوقف على رجلي وشوف 135 مريض في ثمان ساعات هيك كان الوضع أيامها بعد ما حكينا عن الغلط وبعد ما حكينا عن الأسباب بعد ما حكينا عن صفات المدرة من هذا النوع لازم نحكي شو هي الصفات الواجب توافرها في المدير أو رئيس القسم الجيد عشان تعرف شو هو الغلط لازم تعرف شو هو الصح لو كانت الصفات السابقة أحدها أو بعضها أو كلها موجودة في مسؤولك نصيح على وجه الله اترك المستشفى كله الناس ممكن تترك المستشفى لأي سبب لكن أي مستشفى أو شركة أو مؤسسة بالعالم لا يمكن الموظف يتمسك فيها إلا بحالة واحدة فقط إنه يكون مدير كويس فإذا بدك تكون مدير كويس لازم تكون فيك الصفات التالية أولا بدك تحترم الموظفين كلهم بغض النظر عن جنسهم عن دينهم عن عمرهم عن شهادتهم حتى بغض النظر عن إنهم بحبوك ولا بكرهوك أنا دونت مع ناس بكرههم وبعرفوا إني بكرههم وكانوا يحترموني وللآن بحبهم وبذكرهم بالخير ولا تميز البنات على الشباب وإذا كنت في ميل لا تميزي للشباب على البنات وهكذا لا تميزي الناس اللي جرايبك أو أصحاب الوالد أو صاحبات الوالدة أو تعرفوا أصبروا على الغلطان وعلموا الصح والإنسان الجديد علموا الشغل ساعد الناس عشان ربنا يبعط لك مين يساعدك ولو كان عندك موظف أفهم منك أو شهادته أعلى منك اتعلم منه مش غلط ولو كان عندك واحد أنت أفهم منه علمه اشتغل على نفسك وتعلم كل يوم وظلك تطور وخد دورات وإذا كان معك باكالورس كم من الماجستير الدكتوراه عشان تكون مدير مستاهل مركزك دايما أنصر الظالم على المظلون ولا تبهدل حدا وانت عارف إنه الحج معه غلطتي بيني وبينك لو بدك تبهدلني ما بصير حدا يعرف ولا تسمع من غيري وتسدك لو كنت مضغوط أياما كنت موظف لا تطلع جرفك فينا لما صرت مدير كون قدوة وتعال أول واحد وروح أول واحد والتزم بالزي والباجة وكل شي عشان ما يجي أحد يقول لك شوف مين بيحكي حاول تجمع الممرضين وما تفرقهم خليهم يعملوا جمعيات يلموا من بعض فلوس زوروا بعض في المناسبات يحضروا أعراس بعض مناسباتهم السعيدة الحزينة يطلعوا مع بعض رحلات مش مشكلة قوى علاقاتهم بعض بدل ما تفرقهم عشان تعرف تحكمهم ارفع رأس المهنة وشارك في أن الناس تحترم التمريض أكثر وكثر وتحسن الصورة السيئة اللي في مخهم عن المهنة لو بدك تشتغل صح اشتغل صح لأنه هذا هو الكلام الصح مش لأنه الإدارة بدها هيك ولو الإدارة أصرت عادي قلهم رجعوني وحارب في صفوف الجماهير ما بدها المسئولية شجع الموظف المتميز إذا شجعته بعطيك أضعاف أضعاف الشغل اللي بقدر يقدر يقدمه سيبك من العصفورة سيبك من العصفورة سيبك من العصفورة سيبك من عصفورة المكتب بالشباب سيبك من العصفورة كلمة أخيرة في نهاية الفيديو في مثل بيقول يا فرعون من فرعنك فقالوا له ما لجيتش حدا يسوبني الهيدنيرس والسبروفايزر اللي من نهاية النوعية لو لجوا كل الكادر متفق عليهم أنه يا بتغير من نفسك يا إما احنا ما بدنا نشتغل معك ولا في المستشفى اللي انت فيه غصبا عنه بتغير ففيه جزء من اللوم يقع على الممرضين اللي معظمهم ممسلم للأمر الواقع ومتأكد أنه الحال ما رح ينصلح لو لو مسؤولك عاطل انصحوا قلوا كلمتين اتقل له اتقل له بس ولو ما نفعك لو ما انتفع من نصيحتك بكل بساطة ترك المستشفى ولا تتطلع وراك السلام عليكم اشتركوا في القناة